السلام عليكم ازايكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اي رأيكم نعمل مع بعض تدبيلة حلو قبل البطاطس البرتمان ده هتعملي فيه التدبيلة وحيفضل معيك يوقت كبير جدا كلنا طبعا عارفين تدبيلة كونور اللي هي البهارات الشرقية للبطاطس بيكون طعمها حلو جدا حاديكم بقى كل اسرار التدبيلة دي وحتعمليها في البيت وحتوفر كتير جدا الباكتج الزغير ده بيكون بتلاتة جنيه او بتلاتة جنيه ونصف فاحنا هنعمل البرتمان هيقعد معينا شهر في التلاجة وحيكون حلو جدا وحقول لك كل تفاصيله بس واحنا بنحط كده على البطاطس ما نزودش منه يا دوبك هي حبة صويرين كده على طبق البطاطس الجميل ده وكل اللي حيدوق البطاطس من ايديك حيسألك على طعمها الجميل ورحتها اللي بتكون جايبه اخر الدنيا شايفين بقى البطاطسية بقرمشها وجميلة ونكيتها في منتهى الجميل هنسمي باسم الله وحنبتدي نحضر البهارات لنظر البطاطسية السهلة heads لان شاء الله سوف تكون متوفرة عندك في البيت definitely ضرب معلاقه من الثوم البودر ومعلقه من البصل البودر نص معلاقة من الكمون نص معلاقة من الكزبرة او فلفل الأسود المتحون جميع مطحون طحن ناعم لمعلاقة كبيرة من الملح علشان كده في بداية الفيديو قلتلك معنذا unforaient لان عمل يستجب بقى لي فوقانوجه لین نزود ماهرات في حدف توجيه بوهرات ماهراتشوكه ليست جاهزين قوية جدا لسه بقى بعد ما هقلب هحط نوعين من البهارات هيخلي بقى النكهة زي الجهزة بالضبط هي ايه البهارات دي هحط معلقة صغيرة من بهارات الطماطم ومعلقة صغيرة من بهارات الجبنة النكهتين دول هيخلوا النكهة بتاعة البهارات دي زي الجهزة واحلة كمان نقلب بقى كل حاجة مع بعض كويس جدا عارف ان انتم ممكن تسألوني انت ليه محططيش البهارات دي من الاول كلها مع بعض علشان ما تتكتلش مع بعض لان البهارات التانية الاخيرة دي بتكون نعمة جدا وخفيفة فلو ما حططهاش بالتدريج ممكن تكتل كده ومش حتتقلب كويس مع التوم البودر والبصل البودر اللي انا حططهم في الاول ومهم جدا بقى البرطمان اللي انت هتحفظ فيه البهارات دي لازم يكون برطمان محكم الغالك علشان احنا هنحفظه في التلاجة لكن لو كستلتي بقى وسبتيه في المطبخ على رف البهارات بعد اسبوع او عشر تيام هتلاقيه رطب كده وعمل تكتلات وهيكون مش حلو جدا والريحة بتاعته كمان هتتغير لكن لما هتحفظيه في التلاجة هيكون حلو جدا وهتطلعيه في اي وقت هتستخدميه هيكون تمام معاكي وزي الفل نحط بقى على البطاطس وهي لسه سخنة كده علشان وهي سخنة هتاخد من الريحة الجميلة بتاعت التوابل دي اللي بالبطاطس هيكون طعمها حلو جدا كل اللي حيدقها هيسألك على طعمها ونكيتها الجميلة دي وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب ان شاء الله